إذن وصلنا بالفيديو الأخير قلنا قد نهاي العلاطة اللي تمثل لي الـPARITY لبيتا πبيتا يساوي لي PARITY للنواة الأم في PARITY للنواة البنت شي يساوي لي يساوي لي ناقص واحد واسأل بيتا الآن إذا كان حاصل ضرب πبي في πبيتا يساوي موجب هذا موجب فمعنى البيتا ستأخذ القيم الموجب اللي هي فقط المعرفة عندنا اللي هي صفر والاثنين إذا كان سالب معنى البيتا ستأخذ القيم السائل الفردية ستأخذ القيم الفردية معنى واحد ثلاثة خمسة إلى آخر لكن بما أنه إحنا عندنا المعرف هو فقط بالنسبة للفردية واحد فرح نأخذ واحد والباقي تهمل الآن سريد نشوف إذا جاءنا سؤال قال كيفية حل مسائل تصنيف تحل البيتا شلون نحل الأسئلة أنا سويها بنقاط وصراحة كل أستاذ إلى طريق تبحل هذا النوع من المسائب بس أنا شفت هاي الطريقة هي الأبسط يعني تقول للطالب عندنا أولا نحدد قيمة البيتا نحدد قيمة البيتا من الفارتي بضرب تناظر النواة الأم وتناظر النواة البنت حتى نشوف إما نأخذ الفردية اللي هي واحد أو نأخذ الزوجية اللي هي صفر والاثنية فيجينا السؤال مثلا مثلا أدي هذا دين حل عندي مستوى النواة من سبعة ماينس إلى واحد موجب هاي النواة الأم وهاي النواة البنت هذا مستويات الانحلال اللي احنا قلنا عليها مخطط للانحلال فإذن فارتي النواة الأم هو ماينس وفارتي فاي دي للنواة البنت هو شنو موجب فرح نجيه سالب في الموجب ينطيني سالب ناقص واحد اس البيتا إذن البيتا هنا رح تاخذ الفردي واحد ثلاثة خمسة إلى آخره قلنا شنو احنا المعرف عدنا فقط الواحد فقط الواحد وهي تهمل في حالة عدنا من نص ماينس إلى نص موجب زين معناه البيتا هو سالب والبي هنا طبعا أكو خطأ هنا المفروض هاي أيضا موجب حتى نشوف الزوجة شون دي يطلع عندي هنا نص موجب إلى نص موجب هاي الصير تصحح نص موجب إلى نص موجب فالشي حيصير عندي باي بي موجب باي دي موجب موجب بي موجب يطلع لي موجب إذن ناقص واحد البيتا إذن البيتا رح ياخذ الزوجي وهي صفر اثنين أربعة إلى آخره بما أنه فقط الصفر والاثنين معرفة فناخذ فقط الصفر والاثنين وباقي تهمل هاي النقطة الأولى شون نحدد البيتا نجد قيمة الجي نجد قيمة الجي الجي معادلتها هي هاي الجي هي أكبر أو تساوي مطلق جي بيرنت ناقصا جي دوتر أقل أو يساوي جي بيرنت زائدا جي دوتر فهنا نحدد هاي القيمة لقيم الجي ممكن تطلع قيمة واحدة ممكن تطلع عندي قيمتها ممكن تطلع عندي خمس قيم إلى آخره فمننا نحدد قيمة الجي الآن صار عندي البيتا معروف من الفارتي والجي معروف فصارت عندي فقط شنو من حسبة الال هنا رح يطلع لي هل هو ممنوع أو مسموح زين الجي أنا ما أعرف من قيم الجي ما أعرف ما عندي فاكتر يقول لي نوع التحلل من قيم الجي عندنا فقط من الال والاس قلنا الال إذا و إذا طلعت قيمتها واحد فهو مسموح إذا صفر هو مسموح إذا واحد هو ممنوع من الدرجة الأولى إذا ثنيا ممنوع من الدرجة الثانية هيا بالنسبة للال بالنسبة للأس إذا كان الأس صفر فهذا نوع فيرمي وإذا كان قيمتها واحد هذا قامو تلع إذن صار عندي الأل بيتا معروف من البارتي وصار عندي جي معروف الآن أس الأس إذا كانت تساوي صفر فهو تحلل فيرمي أو إنها تساوي واحد فهو تحلل قامو تلع فعندي أول شي أحدد ال L بيتها من الفارتي بعدين نجد قيمة J من هاي المعادلة وبعدين نحسب قيمة ال S ال S شوان نحسبها إنه ال J هاي العلاقة أخذناها احنا إنه ال J شو الساوي ال J تساوي لي ال L زاعدا ال S هذا معلوم وهذا معلوم إذن ال S هي عبارة عن J ناقصا L J ناقصا L الآن خلنا أخذ مثال ونشوف شو نحل يجيك المثال بهاي الصورة صنف تحلل بيتها للحلال التالي ما يقول لك صنف يعني هل هو مسموح أو ممنور هينعرفها من قيم L وهل هو فيرمي أو قامواتولار هينعرفها من ال S عدنا هذا المعادلات إما ينطيك إياها معادلة بهالشكل أو ينطيك إياها مخطط الحلال يعني مستويات طاقة نفس الشي هي نفس الشي بس أهم شي تعرف ياهل ديرمز للنواة الأم ياهل ديرمز للنواة البنت نطعنا إياها بهالشكل هاي النواة الأم حاط لك بين قوسين 0 و الزائد 1 طبعا بالمناسبة هذا هنا القيم شو تمثل تد ملاحظة مهمة من قلي من السبعة من السبعة ماينوس إلى واحد موجب هاي الأرقام السبعة والواحد شو تمثلي هاي تمثلي جي هذا جي للبيرنت وهذا جي للدوتر نجي هنا هاي قلنا صحح هنخلي موجب هذا نص جي معناه للبيرنت هذا نص جي للدوتر إذن هاي الأرقام وتمثلي هي قيمة جي لكل الزخم الزاو الكلي نجي على المثال قايل لي النواة الأم هي صفر زائد يعني الجي ما لها صفر والبارتي ما لها زائد موجب تروح إلى النايتروجين طبعا هذا صفر وليس أو هاي صفارة هاي صفر زائد وصفر بس هاي بالطبع شوية صايرة مثل الأو طبع بس هاي صفر رح نيجي نختبر هسه نجي للبارتي موجب بموجب قلنا أول أول فطوة نحسب الال باي بيرند في باي دوتر حيساوي لموجب في موجب يساوي موجب ومعنى الال رح تأخذ الزوجي إذن قيمنا صفر واثنين انتهينا منها نحسب الجي الجي جي بي ناقصا جي دي أقل أو يساوي جي بي زائد جي دي إذن صفر ناقص صفر تروح إلى صفر زائد صفر معنى جي جي التوتر هاي مو جي بي جي التوتر هاي فقط جي التوتر تساوينا صفر إذن كم قيمة للأس هسا عندي كم قيمة للأس عندي قيمتين عندي قيمتين للأل وقيمة واحدة للجي اثنين في واحد معنى قيمتين للأس معنى قيمتين للأس فنجي جي بيتة تساوي L بيتة زائد S بيتة نعوض صفر L بيتة صفر إذن S بيتة صفر إذن هذا من نوع أول شيء يعد فيرمي جي بيتة ناخذ القيمة الثنين هسا للقيمة الثانية للأرل هي ثنيا جاي بيتها ثنيا زائدا أس هنا أنا صفر هذا ثابته قيمة واحدة هي فعدي الأس بيتها طلعت ناقص ثنيا احنا عدنا القيم المعرفة للأس فقط هي الصفر والواحد اما فيرمية اما قاموة تلا تطلع غير هاي القيمتين تهمل نقول غير ممكن او تهمل فاذا اش طلع عندي طلع عندي الأس بيتها صفر لما عوضنا بالأل صفر اذا L صفر معناه هذا مسموح والS صفر معناه من نوع فيرمي فاش اقول يعني هذا الاكثر احتمال فاش اقول اذا التحلل من نوع فيرمي مسموح اللاوت فيرمي اللاوت فيرمي رح نحل مثال ثاني بالفيديو الاخر حتى نوضح الموضوع اكثر لاي سوف اسمر للغاية فيه اعطا حتى نواصى اعطا حتى نواصى اكثر من انتهى اعتمادهяниك يع необход Embassy